بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في الستوديو التحليل لمباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع العاشر من الدور الممتاز في ماتش مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين لأن الفوز بها حيخلي النادي الأهلي مستمر على القمة قبل السفر لقطر المشاركة في كاس العالم الأندية إن شاء الله وهي مش هنقول البروفة الأخيرة ولكن هي تعتبر مباراة قوية قبل مباراة الضحية للقطري يوم 4 فبراير في افتتاح كاس العالم للأندية عايزة أبارك الأول قبل ما نتكلم في ماتش النهاردة أبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بخيادة الكابتن محمود الخطيب على تسلمه شهادة الأيزو والشهادة دي هي في الحقيقة شهادة متابقة مع المواصفات الدولية ليصبح أول نادي عربي وإفريقي يحصل على هذه الشهادة وده بيمثل اعتراف دولي بتبني النادي الأهلي أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها ومين ياخد الجائزة دي غير النادي الأهلي المهم قبل برضو ما نتكلم معاكم في أحداث المباراة عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا وده حيوضح لكم الفرق بين النادي الأهلي وبقية الأندية محترامي لجميع الأندية هقول لكم بس أن نادي الأهلي بيفكر إزاي بيفكر إزاي في التعامل مع جميع الملفات ومنها ومنها حتة التعاقدات بتاعة اللاعبين نادي الأهلي ما بيبصش خطوة واحدة ما بيبصش تحت رجليه إنما بيبص خطوات كتيرة لقدام نادي الأهلي عايز يحقق الاستقرار للفريق نادي الأهلي ومجلس إدارته والمسؤولين عن فرقة الكرة بيكون كل تفكيرهم منصب إن أي لاعب في الملعب يكون فكره في اللاعب بس والتدريبات فقط ما فيش حاجة تشغله تاني نادي تاني ممكن يقول لك إيه طب يا عم ده أنتو واخدين السلسية وكله منتعش بنتعش تلفوز والمكسب عمال يجيب مكسب وكده كده أنتو بتكسبه إيه اللي تفكروا ليه؟ إن أنتو من دلوقتي تجددوا لسه اللعيبة ناصلها سنتين وناصلها تلسين واللعبتكو أنتو الأفضل واللعيبة اللي بتلعب دي دلوقتي عمال تجيب البطولات لا النادي الأهلي مفكرش تفكير دوي النادي الأهلي بيفكر المستقبل كمان زي ما بيفكر دلوقتي بيفكر المستقبل فما أنت ممكن بعد المكسب حتى بالسلسية ممكن يحصل أي حاد ممكن واحد دماغه تشت ممكن واحد يتضحك عليه نادي الأهلي عمل إيه؟ النادي الأهلي بيفكر أولا في الاستقرار إن كل لاعب يبقى مستقر مفيش حاجة في دماغه شغله غير الملعب وبس يدي في الملعب ويقدي يضره في الملعب مش واحد يفكر بقى واحد يضحك عليه في عرض ويقول له مش عارف جايب لك عرض من برة طب فيه مش عارف مين هيدي لك كذا لا فيش حد فيش حد في النادي الأهلي بصوا في النادي الأهلي يعني ما بيتلعبش بعقول اللعيبة بسهولة آه فيه طبعا فيه ناس ممكن يعني بتشت ولكن معظم لعبت النادي الأهلي يقول لك إيه؟ كان زماني يقول لنا كده يعني وفعلا ده كان كده لما كنا بنيجي نمشي جنب صور النادي الأهلي تحس إن دي حاجة كبيرة قوي فاللي موجودين عندنا دلوقتي دول عارفين قيمة وإيه بقى مش عايزة أقول وعظمة لا هيلان دي موجودة القيمة والعظمة موجودين في النادي الأهلي وعارفين قد إيه؟ الفانيلا اللي هما لابسينهم دي غالية قوي فانيلا الحامرة دي غالية قوي مش أي حد يلبسها